ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماعا رئيسيا لمجلس الوزراء شهد خلاله اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة والقطاعات الحيوية في الدولة من بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية بغية المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين كما شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الأمن المائي إضافة إلى تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد بالتنويه بأهمية اختيار العام 2018 في الإمارات ليكون عام زايد مؤكدا سموه أن ما حققته دولتنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد الأبي والقائد باني نهضة الإمارات الحديثة وشهدت الجلسة التي عقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اعتماد مجموعة من القرارات والخطط الرئيسية حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقررنا توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على سبعين في المئة من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل وتنمية مجتمعية أكبر ودعما مباشرا أوسع لمواطنين باستخدام هذه العوائد وأكد سموه هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنين والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار كما أوضح سموه اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي في الدولة واعتمدنا اتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطنين واعتمدنا أيضا إنشاء قنصلية جديدة لنا في ألمانيا في مدينة بون تعزيزا لعلاقاتنا الاستراتيجية مع ألمانيا الاتحادية كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله